وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات راقبا ما ترى في خلق الرحمن يا كفاود فارجع البصر هل ترى من الغفور ثم أرجع البصر كرتين يرى قلب إليك البصر خاسئ وهو أسير ولقد زينا السماء الدنيا من صابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سبعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرج سألهم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ألتم إلا في غلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغيرة وأجر كبير وأسروا قولك أو جاءوا به إنه عليم بذلك الصنور ألا يعلم من خلق وهو اللقيف الخبير هو الذي جعل لهم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آميتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أميتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافة ويقبط ما يمسكون لا إلا الرحمن إنه من طلع شيء بصير أمن هذا الذي هو جلد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهي عهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفكدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الأرض وإليه تحشرون ويكونون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا سلفة ناسي أترجوا الذين كفروا وقل لهذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيع الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم من ماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم اشتركوا في القناة